السلام عليكم ورحمة الله وبركاته و اهلا وسهلا بكم في حلقتنا الاسبوعية اللي بنناقش فيها الحلقة الجديدة من مسلسل هاوس اوف دا درجن وموعدنا المرة دي مع الحلقة التسعة وهي حلقة مهمة جدا حسب التقاليد اللي احنا متعلمينها من مسلسل جيم اوف ترونز نبتدي كالعادة مع الدلديل اللي ممكن تكون وقعت مننا من الحلقة اللي قبل كده وفي دلدول مهم الحقيقة وقع مننا في الحلقة اللي فاتت وهي زوجة ايجون اللي احنا اشارنا لها وظهرت في مشهدين ثلاثة وانا ما خدتش بالي خالص ان احنا كنا متفقين من الاول ان اللي حتتجوز ايجون هي اخته هيلينة وهي بالفعل هيلينة والمرة دي شفناها اكتر بالطباعة اللي احنا متعودين عليها فربطنا الامور ببعضها وان كنت للحقيقة حتى لما شفتها في الحلقة دي قلت هو كان متجوز نفس الست دي الحلقة اللي فاتت ما كانتش عندها نفس الطباعة الغريبة اللي احنا متعلمينها عن هيلينة من ساعة لما كانت طفلة لكن هي وفي الحلقة دي بتؤكد على نفسها سمعة مهمة جدا وهي انها على ما يبدو بتشوف المستقبل عملت قبل كده نبوءة بخصوص ايمن لما قالت انه هو حيطر يقفل عين وعينه طارت بعضها على طول وفي الحلقة دي كررت جملة كانت قالتها برضو في الحلقة اللي فاتت في الحفلة الاخيرة لفي سارس لما قالت وطبعا انتو عارفين ايه اللي حصل في اخر الحلقة دي ولما كنتوش تعرفوا ايه اللي حصل في اخر الحلقة دي بقى لازم تقفلوا الحلقة دي دلوقتي لاننا بنتكلم بشكل مرسل وبنحرق بشكل كتيف جدا في تفاصيل الحلقة فلو ما شفتش ياريت تقفل وترجع تاني لما تشوف الحلقة دي ما عجبتنيش قوي يعني بالمقياس العام للمسلسل هي الحلقة الاقل انا عندي حلقتين ممكن يكون عندي عليهم اكبر عدد من التحفظات هي الحلقة الثالثة والحلقة دي الحلقة الثالثة التحفظ الرئيسي بتاعي كان في اننا عملنا قفزة زمنية ومحترمناش تفاصيل الاستمرارية الزمنية في المشاعر بتاعت الشخصيات تجاه بعضها في الحلقة دي كانت المشكلة وحيدة كانش عندي مشكلة تانية يعني المرادي عندي عدد من المشاكل بس عاوز اوضح قبل ما نتكلم في تفاصيلها ان دا مش معناه ان الحلقة وحشة هو يا جماعة اي مسلسل في الدنيا زي ما بنقول دايما ما دام هو عدد من الحلقات في حلقات افضل من حلقات فلازم نوصف الحلقات اللي مش المفضلة عندنا بانها الاقل تفضيلا وممكن مجازا سريعا كده نقول انها معجبت ناشئة وانها الاقل كنها الاقل في مسلسل متفوق قوي ورائع جدا بالشكل ده دا لا يجعلها في المقياس العام خارج اطار المسلسل حلقة وح بس الحلقة دي كان فيها عدد من التحفظات فعلا وكان فيها عدد من المشاكل على عدد من الاصعيدة عندنا الصعيد الخاص بالاقاع لان الحلقة بتاعتنا خدت وقت طويل جدا وهي بتتعامل مع مواضيع مش وقتها خالص ومدى اهميتها مش واضح ومدى تأثرها على الاحداث ما تمش تقديمه الا قبل ما يتم استخدامها بلحظات قليلة جدا يعني فكرة ان احنا قضينا وقت طويل جدا في الحلقة بندور على الملك بندور على الملك الجديد بندور على ايجون من خلال فرقتين واحدة تابعة لدا هاندوف دا كينج اوتوهاي طاور والتانية تابعة للملكة اللي هي الاسنت والاهداف مختلفة دا كله نبع من ايه نبع من ان الرجل اللورد كوماندر قال لك انا ما باخدش اوامر غير من ملك لما اوتوهاي طاور تخطى الملكة وقال روح دراجون ستون وخلص الموضوع بتاع قتل رينيرا والاسرتها والكلام الدموي العنيف البرباري ده والرجل قال له لا انا ما باخدش اوامر غير من ملك لما يبقى ييجي ملك يبقى يقولي الكلام ده وعلى فكرة دي ثم تقدمها سريعا يعني لو في حد من المشاهدين ملاحظش ان هو ده السبب اكيد 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 مش غلطتك مش مشكلتك خالص يعني بس هما دلوقتي بقوا بيتصرعوا على ودن الملك مين فينا اللي هيوصله الاول مين فينا اللي هيصدر الاوامر الخاصة برينيرا من خلاله ونجحت الاسنت في انها يتسيطر عليه بس هل ده معنا انها سيطرة مطلقة يعني خلاص هي هتفضل طول عمرها حطها على حجرها مش هيهرب منها ابدا قطوها يطور عمره ما هيوصل لودنه في اي مرحلة من المراحل رغم انها حضرته يعني مش عارف وان احنا نقضي فيها الوقت ده كله مش اعظم حاجة في الدنيا شبكة الجواسيس اللي بتنقل الاخبار وتركيز لارس عليها هل ده كان الوقت المناسب لها بالوقت اللي شغلته من اهتمامنا داخل الحلقة واللي نتج عنها من اكتشافنا لان في حلبة مصرعة للاطفال شئ شارس جدا وشئ بشع جدا وشئ مش ممكن تخيله والامور دي كلها هل ده وقته وهل ده وقت ان احنا نكتشف ان السر الخاص باختفاء الملك الجديد ليه علاقة بالموضوع ده دي امور بتكسر في الاقاع يا جماعة زي بالظبط لما اخيرا اكتشفنا ليه لارس عنده ولاق شديد جدا لالسنت وليه مرتبط بيها قوي كده وبعدين الموضوع تطلع ليه علاقة فيه ايه ليه ليه هل معقول ده السبب اللي خليه يعمل ده كله وان عشان خاطر ان انا افضل مهتم او افضل برضي الفتش دي تروح تقتلابوك وتقتلاخوك وتولع في الناس وتكلسان الناس وتعمل ما اعرفش بيه ليه هي بقيت وستروس كلها بنشارك في البراليمبكس هي دي الوحيدة اللي عندها رجليني يعني في البلد كلها مش عايز اقول ان هي سبب ضعيف عايز اقول انه مش مهم دلوقتي يعني طالما انت مش عارف تتناوله من كل الزوايا المناسبة ليه دلوقتي علشان تبيعه بشكل مرضي يبقى الحلقة دي الحلقة المفتاحية المهمة جدا دي مش توقيتها ومع ذلك دي مشاكل في حدود الحلقة دي ما هيش مشاكل بتؤثر على مستقبلنا للدرامي ممكن تخلينا نقول الحلقة دي فيها تحفظات ولكن ما تأثرش قوي على المسلسل بشكل عام ينضملها في المشاكل المشاكل الاخراجية لان الحلقة دي فيها مشاكل اخراجية على المستوى الفني وعلى المستوى التقني في الكنين الحقيقة على المستوى التقني المؤثرات البصرية يا جماعة في مشهد التتويج البشر الكتير اللي كانت موجودة كزا لقطة للناس اللي موجودة في مراسم التتويج نفسها فصلهم عن الخلفية شكله مش كويس الكراود او الجماهير العريضة الغفيرة اللي كانت موجودة دي واضح جدا ان فيها تكرار واضح جدا ان فيها درجة لمعان بتخليها مش وقعية بتخليها مش مريحة للعين وبتخليك متأكد كمشاهد ان في حاجة هتحصل وده افسد اللقطة الاهم في الحلقة واللي ممكن تكون من اهم اللقطات اللي حصلت في الموسم ده او في المسلسل ده بشكل عام المشكلة الاخراجية بتاعت نقطة هيلنا اللي بقولكم عليها دي اه انا مسؤول عنها الى حد ما بس ما هيش مسؤولية مطلقة انت كمسلسل المفروض تسهلي ان انا اربط الشخصيات ببعض كونك اظهرتها في الحلقة اللي فاتت بشخصية مغيرة اللي احنا شفناها عليها كطفلة ودلوقتي بتستدعي الروح الحقيقية بتاعتها يبقى فيه فجوة فيه مطب احنا عدنا به الطريقة اللي رينيس فقدت بيها ارك وارك وارك دول شغلانة تانية التنائي التابع لقوتو هايتاور اللي كان بينافس أليسنت علشان يلاقوا ايه جون دول اتنين اخوات واحد اسمه ايريك واحد اسمه اريك من قلة الاسماء اللي في الدنيا يا جماعة فيه ايه من سبيهم جيروم وكيفن برينس ايه رأيكم في الفكرة دي حسام وابراهيم مش معقول يعني انا ععدت الحلقة كلها ده مين وده مين وبعدين واحد منهم راح في الاخر تمرد وقرر ان هو يساعد رينيس اسبابك ماشي فيه حاجة عدد ممكن ما ناخدش بالنا منها اللي هو صراع اللي حصل مع كريستون كولو بتاع بس يأثر على الطريقة العظيمة دي او يأثر على القرار الملحمي الهام قوي ده بتاع رينيس وعودتها للدراجون بيت والكلام ده مش احسن قرار فني والطريقة اللي فقدها بيها في وسط الزحمة اصلا مش بقول ان هو مستحيل بس يتم اخراجه احسن من كده ممكن يتم اخراجه احسن من كده اللقطة الوحيدة اللي حلوة فيه اخراجيا هي اللقطة اللي رينيس ابتسمت فيها لما عرفت خلاص وتستقرت ايه هتعمل ايه هي هترجع تاني هتتحد مع الدراجون بتاعها والفكرة خلاص اختمرت في دماغها فمن بعد اللقطة دي الدنيا بقت كويسة لكن عملية الفقدان نفسها ما كانتش حلوة اللارس لما حرق الخدمين كلهم والناس اللي موجودة في الاسر كله انا مش بتكلم على هول القرار او تأثيره او الكلام ده انا بتكلم على ان هو برضو اخراجيا مش واضح يعني انا انا شفت اه ايه النار دي هو حرق ايه ده غالبا حرق الهلب علشان خاطر العملية بتاعت الجواسيس اللي هو حذر منها بس انت بتربطها ببعدك وبعدين تطلع علشان تطلع تعمل حلقة ازاي لانا اعملها دي لازم تطلع على الواب وتتأكد ان الناس كلها شافت نفس الشيء لانك مش متأكد منه ومش مالي ايدك منه بنسبة مية في المية ارجع برضو اقول كل المشاكل دي مشاكل في نطاق هذه الحلقة تخلي فيه تحفظات على الحلقة دي مش على المسلسل بشكل عام ولكن المشاكل الحقيقية اللي ممكن تؤثر على مستقبل المسلسل وبرضو مش هقول تأثير مطلق يعني ما خربت ليش الدنيا بس خوختلي في واحدة من العواميد اللي المسلسل قايم عليها وكنت حذرت منها في الحلقة اللي فاتت هي الاسباب الدرامية المشاكل الدرامية والمشكلة الدرامية الكبرى ليها علاقة بسوق تفاهم تعرضت له الاسنت مع في سيرس لما كان بيتكلم معها على انها رانيرا وبيستكمل حوارها معها بخصوص اي جون والامير الموعود والكلام ده كله والاسنت مصدقت سمعت اي جون ريتلك بس دعوز ابني هو اللي يمسك وطلعت مصدقة هذا الموضوع وبقى دفع اساسي لها هي شخصيا في انها تنقلب على ما كانت قد اقرت بيه لرانيرا بان هي الاحق في العرش يعني انقلاب مهم جدا انا كنت متصور ان دي حاجة ممكن تكون حاجة عابرة دافع حاجة صغيرة حنعدي عليها ولكن طلعت حاجة كبيرة طلعت حاجة مهمة جدا يمكن مش بالنسبة للكاونسل وده شيء انا بحترمه لان الكاونسل زي ما شفنا في الحلقة دي كان عندهم خطة التمرد من بدري يعني قال لك احنا بس مستنين ويموت علشان ننفذ اللي احنا هننفذ ولكن ان الاسنت تكون بتدعم الخطة بقلبها فده بالسبب المشهد ده ومعلش احنا لازم نوحد المقايز بتاعتنا يا جماعة يعني لو شفنا مشهد ليه علاقة بسوق تفاهم في نفس هذا المسلسل وعيبنا عليه قبل كده لما كريستن كل ورط نفسه معه الاسنت بناء على سوق تفاهم او هو مافهمش هي بتسأل على ايه فالموضوع ماشي ان احنا نكررها تاني مش حركة شيك قوي ان احنا نكررها تاني في حاجة مصيرية لهذه الدرجة مش حاجة شيك قوي وتتساوى عندي بحاجة تانية كده برضو كنا اتكلمنا فيها ليه علاقة بتشابه الاسماء اللي هو ايه جون ايه جون ابني يبقى او ماي جود انت اصدق معرفش ايه وخلاص نستمر بقى في ملحمة معرفش كم موسم اخر مرة حصلت حصلت في فيلم كده برضو حد قال اسم حد مش هقول لكم عليه بقى خليكم انتوا تكتشفوه بنفسكم اول حرف فيه مرثة طيب حد يسألني ويقول يا كابتن مهدي بعد مش هلوحت كل الحاجات دا في الحلقة ليه بتقول عليها حلقة في المطلق حلوة مش وحشة هي بس الاقل ما بين حلقات هذا الموسم لان الحلقة دي قدمت لنا حاجات تانية كتير حلوة قوي واحدة منهم ليها علاقة اتمنى اعرف اشرحها كويس ليها علاقة بنفس المشكلة اللي كنت لسا بتكلم فيها سوق التفاهم اللي حصل ورصخ قناعة عند أليسنت بخصوص رغبة فيسيرس في الملكة الذي سيخلفه لان السر دا او المعلومة دي بتتواجد في اطار درامي ما بنشوفوش كتير وهو ان مفيش حد في الدنيا يعرف الحقيقة ايه اللي احنا احنا بس المشاهدين لان رينيرا لما قعدت وتكلمت مع فيسيرس مكانش فيه غير هي وفيسيرس ولان أليسنت لما قعدت وتكلمت مع فيسيرس مكانش فيه غير أليسنت وفيسيرس لا أليسنت تعرف رينيرا كانت بتتكلم معاه في ايه ولا رينيرا كانت تعرف أليسن كانت بتتكلم معاه في إيه وفي سارس مات محدش عارف اللي احنا احنا بس المشاهدين والنظرية الصعبة اللي مش عايزة استبعيدها تماما ولكن هنخليها على التربيزة لارس الفار المعرفش إيه الكلام ده كله ده ممكن يطلع منه إيه دي حاجة أنا عندي فيها فضول شديد جدا لأنها بتحصلش كتير مش دايما تيجي تتكلم على سر بيتحكم في أحداث درامية محدش يعرفه إلا المشاهد ولو تم استخدامه بطريقة سيئة ده حيقلل من الدنيا عندي حيخلي العب اللي أنا دلوقتي بنتقده يتفاقم أكتر وهو إن في مستقبل الأحداث بشكل أو بآخر في حوار يجمع ما بين أليسنت ورينيرا وتقول لها أنا أسف بقى في المشاهد التمثيل الرخيص اللي أنا حقدمه دلوقتي ده يعني بس لهو ده قال لي ده قال لي كذا وقال لي إيه جون وقال لي اللي حيوحد فرينيرا تقول لها يا بيت ده انت فهمتي غلط ده أنا ديك النهار كنت قاعدة جنبه على السرير وكنت بس قاله بقوله يابا انت مش زمان حكاية لها دعوة بإيه جون والمعرفش مي يا بيت ده كان فاكري كان يا بيت فالموضوع يتحل طبعا مش هعملوه كده بالزبط بالزبط هذه المشكلة الوحيدة فإنهم يعملوه بالزبط يعني بس لو استدعوا حاجة لها دعوة بالموضوع ده تفتكروني أمانة عليكم تفتكروني حاجة تانية عجبتني قوي في الحلقة التشريح بتاع شخصية إيه جون لان احنا شفناه قبل كده كحد مستهتر المرة دي فهمنا ان الاستهتار بتاعه ده ممكن يصل لأبعاد وحشية إجرامية لها علاقة بان هو بيخلف باسترز وبيخليهم يضربوا في بعض ويموتوا في بعض وحاجات زي دي ولكن الحتة الوحيدة اللي هو كان صريح فيها هو مش عاوز يبقى مالك هو مش مهتم بانه يبقى مالك وطرح الفكرة على ايمند بشكل مباشر ولكن لما قعد مع امه ولقنته الوصية المزعومة بتاعت ابوه وبعد كده تواجد في مراسم التتويج وشاف الجماهير الغفيرة اللي كانت واقفة دي الموضوع تسلل لي والولد اللي بيقدم الدور مسله كويس جدا اللقطة دي بالتحديد ان الحاجة اللي هو كان رفضها جدا اصابته بشكل من اشكال النشوة لما تعرض لها حقيقي بان الناس دي كلها واقفة بتهتف باسمك والمجد اللي ممكن تكتسبه من هذا الموضوع فالعملية خلته يتشبع بيها وهو مثلها حلوة قوي وده برضو بيشرح لك شوية نظرية القوة او السلطة بتعمل ايه في الانسان وبتحوله ازاي وممكن تشوش وتأثر على تفكيره بشكل عامل ازاي بالتماشي مع هذه النقطة او بمناسبة هذه النقطة فهمنا المشاعر الحقيقية بتاعت ايمند لان هو شخصيا حاقد على اخوه وهنا ممكن نستدعي سريعا مقارنة ما بين رينيرا وما بين أليسند لان ايمند عمل يدرس تاريخه وعمل يدرس كغرافيا وعمل يدرس حساب متلثات وعمل يبارز وعمل يعمل وعمل معرفش مينه في الاخر هو مش هو اللي حيبقى الملك المستهتر العربيد اللي مقضيها في حواري شيكاغو وعمل يعمل بلاوي وكلام زي ده انا استدعيت المقارنة معرفش انتو كمان استدعيتوا المقارنة ولا لا وهو حاقد على ده والمرة دي اخوه بيديله الاختيار ولكن هو شخصيا بينتصر للواجب هو شبه امه اي جون شبه اخته كويس ان انا استدعيت العلاقة بسرعة رغم ان هي صعبة جدا في البلاوي السودة اللي احنا بنتفرج عليها دي الحلقة دي قدتنا مواجهة جميلة جدا ما بين رينيس وما بين أليسند يمكن رينيس اثارت النقط الى اثناء المجدلة او المناظرة الهزلية اللي احنا عملناها ما بين تيم أليسند وما بين تيم رانيرا لو فاتتكم على فكرة موجودة في اليوتيوب ما حدش فيكم قال اللي رينيس أليته على أليسند وهو الحقيقي مية في المية انك انتي بتستمدي قوة مش في محلها لانك في الاخر بتخدمي رغبات الرجالة وبس خدمتي رغبات ابوكي وخدمتي رغبات جوزك ودراتي بتخدمي رغبات ابنك ونكتشف بعدها على طول بعدد من الدقائق بانها بتخدم رغبات لارس ان اللارس اللي يبانن هو متين بها وبيخدمها هي نفسها بتخدم رغباته الجنسية كذلك فالحوار ده والنقاش ده وخروج رينيس منه هي مش مستقرة بنسبة مية في المية على نيتها وهي ناوية تعمل ايه بالضبط كان من أرقم ما يمكن ومن أجمل ما يمكن الحاجة التانية هي طبعا الدراجون كراش اللي في الآخر ده جامد وصادم ورغم ان انا كنت متوقع ان الجرافيكس بتاعة الاوديينس ده هتقدم لنا حاجة ليها علاقة بالمكان ده بالتحديد ولكن انا متوقعتش ان ده بالضبط اللي يحصل بالشكل اللي حصل بيه ويعني هما دايما بيغسلوا خطاياهم بالموضوع ده يقول لك بص يا رايس الحلقة ده فيها مشاكل حنعمل فيها اللي احنا عاوزين نعمله ارملهم دراجون في الآخر وبعدين كل شيء حيزبط نفسه دي يا جماعة كانت مقدمة الحلقة ودلوقتي هنخش في التفاصيل مش بهذر والله دي في الملاحظات اللي انا حطيتها قدامي دي مقدمة المفروض بقى بعد كده اتكلم في تفاصيل الحلقة بس مش هنعمل كده لانه وانا بشرح الابعاد بتاعة الاراء بتاعة يداية انا تقريبا عديت على اغلب الحاجات اللي عاوز اتكلم فيها هنمر بس على الاحداث سريعا نبتدينا بالحثة بتاعة الموت بتاع الملك شفنا مشاعر حقيقية مشاعر حزن حقيقية من الاسند علشان كل بني قدم افترع على الاسند مش هيحصل له كويس الاسند دي جدعان حتطلع من هذا المسلسل باكبر قدر من الاحترام وباكبر قدر من التقدير وباكبر عقد اعلاني من نيفيا اللي بيقدم كريم لترتيب الاقدام يعني الستة حتطلع كسبانة من كل الابعاد اللي في الدنيا لا حقيقية هي طلعة هي حزنة بجد الموت الملك اتفاجئتي يا وليا فيه ايه احنا عارفين بقى لنا يجي 18 حلقة دلوقتي رغم ان المسلسل كله تسعى حلقات فهي حزنت بجد وقدمت الوصية اللي هي معرفش بقى سمعتها فهمتها ارادت انها تفهمها او ايا كان دخلنا الجرين كونسل وعلى فكرة ده عنوان الحلقة لان ده كونسل الهاي تاورز بالكامل ومهم في الحلقة دي اتواجيد على فكرة على سبيل فصل الشخصيات ان الجانب الاخر بتاع دراجون ستون كله على بعضه مجاش ولا فكرنا فيه ولا عبدنا عليه ولا كلام زي ده عشان اكتشف ان كان فيه مؤامرة من الاساس والوحيد اللي بيعرضها هو لايمان بيزبري اللي بيؤدي لمشهد مقتله برضو اخراجيا مشهد مش حلو انا عدت المشهد تاني ورجعت اتفرج عليها عشان اكتشف ان كريستون كول ما قصدش يقتله فحادثة برضو بجد مش عارف مش دخل الدماغي قوي يعني وبعدين دخلنا في الحوار بتاع حنعمل ايه فرنيرة عجبني برضو شوية ان الاسنت ما وفقتش على هذا الموضوع وبقيت الكونسل لقاها غاضبة جدا من هذا الاقتراح لغاية لما وصلنا لان نقودها يطور تخطاها زي ما قلت وقدم الامر الامر اللورد كوماندر وستر لينجور والراجل كبس واكبر كبسة في تاريخ المسلسل حتى الان لما يقول لك انت مش مالك وانا ما بخدمش الا المالك ولما يبقى لكم مالك يجي يكلمني وكلام زي ده مما اطلق اللي احنا شفناه بتاع الجانبين اللي بيدوروا على ايه جون وبعدين خدنا دي السقطة الايقاعية اللي حصلت في الحلقة دي بالنسبالي بجد انا افشت نفسي وانا بتفرج عامل كده فجأة اكتشفت الاندرعي بيوجعني وانا مش عارف هو بيوجعني ليه فببص على ايدي لقيتني عامل كده بجد يا جماعة هو ضوط المهم بالنسبالنا دلوقتي ده اللي المفروض نكون مركزين معا دلوقتي والحاجة التانية برضو اللي اهتمنا بيها جدا هي موضوع الشبكة بتاعت الجواسيس ديت وتأثرها مهم وتم تقديمه بصراحة ولكن في مشهد عبر ممكن ناس كتير ما تاخدش بالها منه وهو ان خبر موت الملك خرج من الاصر باسرع ما يمكن من خلال تاليا لانها بعتت رسالة ضوئية عملت حاجة بالشمع وقدام الشبكة وبما اننا شفنا اللقطة من بعيد من برة الاصر فلازم نعرف ان في حد من برة شافها فالموضوع وصل والحد ده هو مساريا زي ما احنا عارفين ومساريا تقريبا هي اخر ما تبقى من الانسانية في هذا المسلسل لان هي الوحيدة اللي فوضت على الافصاح عن مكان ايجون مقابل ان المصارعة الوحشية اللي بتحصل ما بين الاطفال دي تتوقف اتعرفنا من خلالها على معلومة ان ايجون عمالي نطور في باستردز وابناء غير شرعيين في البلد وده برضو ممكن يبقى له تأثير في المستقبل لو استدعينا الذكريات اللي احنا عارفينها من جيموف ترونز وبعد كده عرفنا طبيعة العلاقة ما بين لاريس وما بين أليسنت اكتر واكتر احنا كنا فاكرين ان الراجل عنده اطماع عنده سلطة عنده كلام زي ده طلع هو كل اللي عاوزه منها انها تقلع الجهاز ما وتشميمه الشرعات تقريبا او حاجة زي كده حاجة بقى مشهد اللي هو يعني احنا كنا فين وبقينا فين يا جماعة ايه المستوى ده ايه يعني انا مش مصدق بجد هو ده الحوار هو ده اللي انت عاوزه من الدنيا ده مبتغى املك في الحياة يعني التكتوك تم اختراعه سنة 2016 لاريس في 2015 كان قاعد بيعمل كده في حلول تانية بقت انترنتي حبيبي وموبايل بألف ونص وخلاص بدل ما تبهدب ده انت بهدلت عيتك وبيتك ده انت ولعت في الدنيا كلها يا راجل انا فجأة قلبت متحة شالة عندنا بعد كده جانب مهم برضو وهو الجانب بتاع مين معنا ومين علينا الهاي تاورز جابوا كل اللوردز اللي موجودين ساعتها في كينجز لاننينج على ما يبدو وقالوا لهم الخبر وان الملك عاوز دوت اللي يبقى الملك الجديد فانتوا لازم تبنده دنيه ففي ناس وفقت وفي ناس رفضت واللي ترفض اتخذ على السجن ومنعرفش مصيره ايه هل ولعف الولع بتاعت لاريس ديت ولا لأ هتمنى في الاخر نطلع صحة اصلا والولع دي تكون فعلا بتاعت الخدمين والكلام ده وفي ناس مسلت انها موافقة ولكنها في الحقيقة مش موافقة ومصرها شفناه في الاخر بقى اعمل ازاي وبعدين عندنا الكيسة الاكبر شوية الخاصة برينيس اللي زي ما بقولنا الدافع بتاع تهربها مش واضح تفاصيل توهنها مش واضحة مشاكل اخراجية يا جماعة دي دي على الفكرة الحلقة دي من اخراج كلير كيلنر اللي اخراجت قبل كده الحلقة الخامسة وكنا شكرنا فيها جدا والمرة دي لا الحلقة دي اخراجيا حقيقي فيها مشاكل فيها مشاكل صعب ما نلاحظه شو احنا بنتفرق يعني وبعد كده عندنا التسلسل بتاع التتويج عملية التتويج نفسها اكتر حاجة عجبتني فيها زي ما قلت التحول اللي شفناه على ايه جون على مشاعره على احساسه بالعظمة والمجد والسلطة لما تسللت العروق وعملت ايه في طريقة تصرفه وطريقة نظراته للي حوالي نفسهم اجبرتهم ان هم يبصولوا بخنوع اللي هو لا خلاص انت كده شخصية الملك اللي ما حدش يقدر يقف قدامها حقيقي بدم الناس دي كلها بتسقف وخلاص هو ده اللي هم فالحين فيه يعني وخلصنا وبعد كده رينيس عملت الدخلة الكبيرة العظيمة بتاعتها مات فيها ناس كتير طلعة دي بالنظام ده طب ناس كتير طب ليه يعني ايه الهدف اللي بنحاول نحاقه يعني قبل كده كنت شفت الحلقة بتاعت دي من لما برك على الرجل اللي كان جايله وقلت ان فيها تمثيل للسلطة والاهتمام بالمجد حتى لو المجد دوت بيتضاد مع حياة الناس ومع مصلحتها وكلام ده كله المرة دي تبدو عبثية اكتر شوية والعبثية هي عنوان حاجات كتير بتحصل في الحلقة دي يعني قبل كده كانت حاجة واحدة الحلقة دي فيها عدد من الحاجات والعبثية كتير مش حلوة يا جماعة يعني انا عموما من المعجبين ومن عشاق العبثية ولكن العبثية بتقلب الاحداث في اتجاه الكوميديا شئنا ام ابينا يعني الكوين برودرز كل افلامهم القائمة على العبثية لما تيجي تفكر على النكة اللي موجودة فيها حتلاقيهم قليلين جدا ولكن اكملناها كلها تجارب ايما على الصدفة وايما على الحوادث وايما على الحاجات الغريبة وايما على الكلام ده كله صنفت على انها كوميديا من قبل ما يتقال فيها اي نوع من انواع النكت بس في النهاية عجبتني الدخلة عجبني التحدي عجبني ان رينيس على ما يبدو هي كمان عندها تنقض لانها قالت قبل كده انها سمحت في حقها ومش مهتمة بيه ومعضوع الملكة ده مش فارق معها والكلام ده كله ولكن المرة دي هي كان في ادها انها تنهي كل شيء دراكارس على الهوى وكل شيء خلص وانا بصراحة كان نفسي تعمل كده تخيلوا طب ما تبقى مفاجأة بتاعة هاوسوف دا دراجين ان هو يخلص في الحلقة التاسعة مش الموسم المسلسل كله بس هي ما عملتش كده واعتقد ان هدفها في الاساس مش التحيز لرينيرا هي انها انتو كلكم زي بعض انتو كلكم تتساوب بعض انتو كلكم المفروض تضربوا في بعض يعني انا اعتقد ان اللي في تفكرها اشوفها بتاولع وخلاص بعيد عني انتو عرفتوا ان انا مش تحت امركو ان انا ما تحبسش في قطي ان انا ما تحرمش من التنين بتاعي وانا هروح وحبلغ واللي يحصل يحصل وانتو كلكم ما تستحقوش افضل من كده يبقى في النهاية عنصر ايجابي مهم جدا وهو السكور الموسيقى التصويرية بتاعت هذه الحلقة اللي بدأت مع مشهد الاماكن الفضية في الاصر في لحظة اعلان موت في سارس كانت هيلة جدا فكرتني اوي بلايت اوف دي سيفن وخوفتني جماعنا دخلت الحلقة دي وانا خايف خايف لانا توقعت ان احنا حنتكبت خسائر تعلم علينا جامد وانا عارف كويس اوي برضو متعلم من جيم اوف ترونز ان الخسائر بتاعت المواسم الاولى شديدة لانها بتزود التعقيد ولكن الحلقة ما حصلش فيها ده ومش عارف وارد هحط الترح ده على التربيزة ان ممكن يكون العدد الكبير او الحجم الكبير بتاع تحفظاتي ليه علاقة بان توقعاتي كانت احسن من كده بكتير بس للامانة انا وجهت نفسي بده واعدت افكر فيه شوية لا الحاجات اللي انا قلتها ده كعيوب انا مقتنع بيها مقتنع بان اغلبيتها ما يأثرش على ابعد من الحلقة دي مش فرقة يعني الرجل لايمان دوت مات كده مات بطريقة تانية مش تفق كتير معجبتي انيش الطريقة بس النتيجة مش قزمة يعني ودي نحسب عليها حاجات كتير قوي داخل احداث الحلقة ولكن ان احنا نخلق تحول زي ده بناء على سوق تفاهم مش داخلتنا غير المهم ده رأيي اتمنى اكون نغطيت كل الاحداث المهمة اتمنى ما كنش نسيت حاجة لو نسيت حاجة اقولولي عليها في التعليقات علشان نغطيها كنوع من انواع الدلديل في الحلقة الاخيرة الاسبوع اللي جاي ان شاء الله رحلة طويلة وقربت تخلص انا سعيد وفخور ومتشكر لكم جدا على انكم صحبتوني في هذه الرحلة اتمنى تدعموا الحلقة باللايك الف شكر لحضراتكم على المشاهدة اريد تعملوا شاروا لايك للحلقة لو عجبتكم اشتركوا في القناة وشغلوا جرس التنبيات عشان تجد لكم الحلقات اول بول تروني على فيسبوك تويتر ونيمو انستجرام وبي باي